لو عاك يا ولد تكون قذر زي ولاد السرمة اللي صعبوها عليك تعام اقول لك بس تعال بيقول لك يا سيدي ازاي ما تبقاش نسخة من الناس القذرة اللي صعبتها عليك خدي حاول تشكر الناس اللي وقفت معاك وساعدتك علشان خطر توصل ايه ده توصل لايه انا لسه مش عارف بس هو يعني انت وصل مبروح ايه وما تبقى حومش في اول محطة يا كذع خدي تقيلة بقى لما بتوصل لسلطة معينة يبقى تحتيدك ناس بقى ولا انت بقيت جامد كده ولا مش عارف ايه ده مش معناه انك بقيت عندك حق في انك تقرف الناس وتكرههم في حياتهم وتتحكم فيهم ودي رسالة لكل واحد اهبل فاكر نفسه بيتحكم في حاتب بنا قدمين كلها ايه تفوق خد التقيلة بقى يسمع بس لما حد يطلب منك مساعدة ما تقعدش تعيره بيها بقيت حياتك وخليك حلو كده عشان خطر ربنا يكرمك ويكرمنا فاهمني طبعا ها ربنا يكرمه يا رب يا رب تعالى بس خد دي تعالى ما تحسش ان انت مهدد لو لقيت حد تاني بينجح وسيب اللي عمال بيبزل مجهود وبيتعب ويعافر ويعرق يعرق القرف ده تلزيق المهم سيبه يكمل عشان انتو اللي اتنين ممكن توصلوا عادي او ممكن انتو اللي اتنين تفشالوا عادي خد بقى الحتة دي بيقولك يا سيدي فتكر انك في يوم من الايام كنت مكان الناس اللي انت دلوقتي ليك سلط عليهم وكدت بتتداق قوي لما حد يستغلك او يظلمك واخد لي بالك انت ايوا هو انت يا متخلف انت بيقولك بقى يا سيدي شعورك بالقوة والرغبة في السيطرة على الناس اللي حواليك جايز يحسسك ان انت في وضع اقوى بس صدقني انت هتفضل في الحقيقة قد كده وبتبقى كل الناس شايفك وسخ يا مجنون خد بقى دي يا سيدي لازم تفهم وتبقى واعي كويس قوي وعارف ان النجاح مش بس في الشغل لا النجاح في العلاقات الانسانية وازاي الناس بتحترمك مش بيشتموا عليك من ظهرك يا مغفر تعبس تسمع تعالى خلي عندك تعاطف مع الناس اللي حواليك لانهم بشر وبيمروا بأوقات صعبة فما تصعبهاش عليهم انت كمان وتقرفهم في عشتهم كدكم البلاوي ماريتوا البلد المهم يا سيدي لازم تعرف ان محدش بياخد مكان حد وكل واحد بياخد على قد تعبه فخليك في رش كده وما تحبكهاش وما تقرفناش معك بقى المهم يا سيدي عايز اقول كلمتين كده اتمنى ان الناس كتير قوي تفهمهم اولا خليكم دايما عارفين ان الرزق ده بتاع ربنا مش بتاع حد تاني يعني حطوها حلقة في ودنكو ان مهما ربنا اداك فهو بيديك لسبب لا انت ملك الجبار ولا انت اللي بتتحكم في ارزاق الناس ببساطة ومن الاخر انت مجرد وسيط ولو الوساطة دي مش موجودة كل اللي انت فيه ده مش هيبقى موجود ثانيا خليك عارف ان كل واحد في الدنيا ليه حياته وليه شؤونه الخاصة اللي ماينفعش ان اي حد في الدنيا يدخل فيها يعني بمعنى اصح انت مش واصي على حد ولا حد واصي عليك ربنا سبحانه وتعالى خلقنا احرار انت ليك عندي حاجة وانا ليه عندك حاجة وبس يعني ما بتمشيش عافية من الاخر وذاكر دايما حاجة مهمة قوي ان مفيش ظالم ولا مفتري اللي لو ربنا بيقتص منه في الدنيا فما بالك بقى في الاخرى ويا ويلو يا سواد ليلو اللي ربنا ما بيقتصش منه في الدنيا ده مش عايزين نتكلم عنه اصلا لان ده وصل لليفل الوحش اخرا واخيرا حاول دايما تحترم الناس اللي حوالين منك واكبر عليهم انه هم كمان يحترموه مش عشان خاطر انت وصلت لحاجة كبيرة ولا بقى معاك فلوس ولا 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 حاجات كتيرة جدا فده معناها ان انت تقدر تدوس او تقدر ما تحترمش انت ممكن تقع في واحد عرباجي يمسح بكرامتك الارض ويندمك على اليوم اللي انت فكرت ان انت تقل منه اصلا يعني خلينا محترمين وطبعا عزيزين مشاهد لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير وشكرا جدا جدا عدعمكم لي يا جماعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة